نقطة ثانية قدسية قدسية هي من فيها على الأقل 400 ألف من النازحين محاصرة تحوي أكثر من 400 ألف نازح أغلبهم من مخيم ليرموك وبلدات الغوطة الشرقية يعني سقبة حمرية دومة كلهم محاصرة بالكامل ما الذي حدث وضعوا حاجز جديد قبل قدسية طبعا أنا أعرف هذه المنطقة تماما يعني طلعنا كثير بالسرافيس من زمان بين قدسية جسر رئيس إلى الهامة في قوس هناك معروف وفي قبل القوس حاجز اسمه صفصاف وضعوا حاجز كبير لا يسمح لأحد على الأطلاق أن يدخل أي شيء لا من أكل أو خبز أو خضروات وهذا الحاجز موجود على الطريق الرئيسي لقدسية والهامة المحاصرتين بعدما تم تحويل الطريق للمشات فقط يعني بيمشي الواحد ربما اثنين كيلومتر ثلاثة كيلومتر وجعلوه المدخل والمخرج الوحيد البلدتين وأغلاق جميع الحواجز المتبقية المحيدة والناس تمشي من حاجز الصفصاف لدمر وقد وضعوا شروط تعجزية هذا كلام ليس من عندياته هذا كلام الداخل من أهل قدسية يعني النظام وقد وضع شروط تعجزية لفك الحصار منها أنه طبعا داخل القدسية وداخل الهامة ما في شيء للنظام مثلا موجود جيش أو حاجة زي هيك ليش لأن في عناصر كبيرة من الجيش الحر في تلك المدينتين طلبوا تعليق أعلام حزب البعث على مدارس البلدتين وعلى مداخلهما وخروج مسير التأييد يعني الآن فاضية الناس عمت موت فاضين يطلعون من مسير التأييد وخروج أيضا الجيش الحر ذو التسليح الخفيف من البلدتين وتشكيل أيضا لجان شعبية لجان شعبية مثلا أنه النظام له يعني قوة رديفة اللي هي لجان شعبية مثلا ما بيصر في أمن ما بيصر في جيش فأهل الحي وأغلبهم أولاء من الجمهور المؤيد للنظام بيسأوا لجان شعبية مثلا بيحملوا سلاح بيعملوا حواجز وهكذا دواليك المهم هذه شروط تعجزية تفرض على قدسية القدسية الآن جائعة الآن كأنها معضمية الشام صغير يعني بمثال مصغر طبعا هذا الأمر ليس فقط معضمية الشام وإنما أيضا في كل الريف الشرقي والريف الغربي نعم 3-4 سوريا الآن محاصر المهم هذه صرخة أيضا من قدسية جاءتنا النقطة الثانية